برحب بضيفي الذي ينضم إليه في الساعة الأولى من هذه التغطية برحب بالكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ صلاح عيسى أهلا بحضرتك أهلا بك يا أستاذ أهلا بك دكتور صلاح وإحنا بنعلق على مشهد اليوم خلينا نبدأه ببعض الملامح اللي رصدناها في التصويت في هذا اليوم الخاص جدا في مصر نشاهد في ثاني استحقاق انتخابي بعد ثورتي يناير ويونيو بدأ أكثر من 53 مليون مصري ممن لهم حق التصويت في الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم لاختيار رئيس للجمهورية بعد المعزول محمد مرسي والانتقالي عدل منصور وسط حماية وتأمين رجال الجيش والشرطة وإشراف قضائي مباشر وكامل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعدت نحو 13 ألف لجنة على مستوى الجمهورية المنظمات المحلية والدولية ومندوب السفرات باشاروا مراقبة ومتابعة الانتخابات التي سادها مناخ من التنافس الجاد بين مؤيد المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي وشهدت لجان القاهرة تصويت المرشحين المتنفسين فيما شاهدت لجان أخرى تصويت شخصيات عامة ورموز سياسية ومجتمعية مبروك إن شاء الله هذه الوقفة التاريخية اللي أنتو بتكتبوا تاريخ مصر شباب مصر وأنا بركز الحقيقة على اللي ما رأيته من تواجد كسيف للشباب ودي حاجة يعني حاجة جميلة لأن كل اللي بتعمل ده لبناء مستقبل الأقبال إن شايف الناس ما شاء الله عدد كبير من الناس طوبير زي ما نشايفين طابور كبير منتمنى إن شاء الله كل الناس اللي لقى حق التصويت وحق الانتخاب إن هي تنزل وتنتخب وما تكسلش في البيت أنا جاي المعاد كان مفروض 9 من 8 عشان كده خلصت بدري ورغم الزحام الشديد إنما هو ده الشعب المصري ووعي الشعب المصري مبسوطة جدا طبعا فرح مصر النهاردة فرح بجد يعني أنا حتى كتبع الفيسبوك مصر اليوم في عيد وتستمر عملية التصويت في المحافظات حتى مساء غد لتستكمل عملية الفرزي داخل اللي جان وتضاف نتائجها إلى نتائج تصويت المصريين في الخارج تأتي الانتخابات الرئاسية وسط ترقب دولي لنتائجها التي تعبر بالضرورة عن واقع الثورة المصريين التي أطاحت بحكم الإخوان في الثلاثين من يونيو الماضي وسط أمال عريضة لشعب متعطش لأهدافه المتمثلة في العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية سلما رستم قناة دريم مشهد أصبح مألوف أمام سنزق الاقتراع مشهد بيعلو في حس الأمل الذي ليتمنى أحد أن يتحول إلى نجاح وقال لا تحبط أمال المصريين التي بيعولون كثير على هذا اليوم أجدد الترحيب بضيفي تاني بالكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ صلاح أستاذ صلاح لو عملت قطاع عرضي يعني شرحت فيه أو قفت فيه أمام مشهد المصريين أمام صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة هندا نقارن بين الوقفات هل تقدر ترصد أن فيه ملمح جديد بيضاف لحياتنا إزاي بتعلق على هذا المشهد بشكل عام؟ هو طبعا فيه ملمح مشترك عام يعني أنه إحنا خرجنا من فكرة المصري السلبي الذي يتفرج عما يجي على ما يجري في بلاده ويعتبر الانتخابات العامة أو الاستفتاءات العامة أو حاجة أموره لا تعنيه في شيء وهو ليس مكلف بشيء فيها وبالتالي لم يكن يقبل على أداء واجبه الانتخابي سواء الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات على وجه التحديد يمكن البرلمانية بعض الشيء ولأسباب غالبا في الغالب ما بيكونش سياسية لا علاقة بالسياسة لا علاقة بالموضوع لكن هنلاحظ في خلال يعني الثلاث سنوات الماضية حالة من اليقظة وحالة من الوعي الشعبي وحالة من الاتمام الحقيقي بالشؤون السياسية وده على فكرة في تقديرنا أهم مكسب من المكسب اللي حققته صورت 25 يناير وهو اللي باقي هو ده الجزء اللي باقي ان احنا حالة التصحر السياسي اللي كان فيها مصر نتيجة للنظام الحكم اللي الأسبق اللي كان موجود هذه الحالة المصريين أفاقوا منها وبعدين الجانب الآخر في الموضوع أو الملمح الآخر في الموضوع هو حجم الوعي للحقاق المصريين خلال هذه السنوات الثلاثة أنا مزهول فيه وعلى فكرة ما كنتش متوقعه على الإطلاق طب حجم الوعي ده وحجم الاهتمام السياسي اللي حضرتك أشرت إليه البعض شايف إنه هو أن الطبقة السياسية الموجودة ربما كانت أقل حتى من هذا الوعي وليست على مستوى أحلامه ممكن نرصد مواقف كتير نقدر نتكلم فيها عن إن هل هل هتخرج في مصر قريبا طبقة سياسية جديدة تواكب حالة الوعي اللي حاجة بتتكلم عنها أنا دائما بحذر من عملية أنه نحن ننسى حقيقة أنه مستوى الحياة الديمقراطية اللي عيشها بلاد مثل البلاد المتقدمة ديمقراطية مثل البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هذه تكونت خلال سنوات طويلة وعقود طويلة وصراعات وأخطاء من بينها الأخطاء التي ربما بعضها بيقع فيه بيقع فيه الطبقة السياسية ربما بيقع فيه الجماهير ربما بيقع فيه بعض الشباب لأنه المشكلة الأساسية أنه الديمقراطية ممارسة وليست تلقين ولا تدريس فقط ممكن التلقين والتدريس بمفيد وليست إن أنا أحط الشعب فيه تحت الصوبة وأقول أصنهم ما عندهمش وعي أصنهم ما بيعرفوش أصنهم الديمقراطية لسه بدر عليها لأنه الناس لازم تجرب ولازم تغلط وإذا ما كانش كده مش هتعرف تصل إلى المستوى التي وصلت إليه الدول المتقدمة ديمقراطية ما أشرت إليها حضرة التكفيمة يتعلق بالطبقة السياسية ممكن في جانب منه يبقى صحيح هذا ممكن يبقى جانب صحيح وممكن أيضاً هذا الجانب ممكن يبقى صحيح في وسط الجماهير وعلينا أنه إحنا لا ننسى أنه هذه الطبقة السياسية في خلال ثلاثين سنة اللي فات وبقدر الظروف التي كانت متاحة فيها لعبت دور مهم جداً في تغذية الوعي وتغذية الصخط وفي فترة من الفترات كنت أنا بلاحظ وناس كتير كانت بتلاحظ نعمل ناس تدعوا لمسيرة مثلاً ضد الفقر يروح 200-300 واحد من أعضاء الحزب مثلاً كحزب التجمع كان يعمل الحكاية دي حاجة ضد الغلاق ضد الفقر دي حاجات الاقتصادية ما يروحش غير 200-300 واحد رغم أن الموضوع مس جداً بحياة الناس رغم أن مس بحياة الناس ما تروحش أياما كنا بنعم مظاهرات ضد التطبيع وبتاع نخرج بالحاجات اللي زي دي والناس مبسوطة ووافعة ما لا تتفرج عنينا متشجعنا بس ما حدش بيشارك لكن خطوة بخطوة ومغامرة بمغامرة الحاجات بتنتاج فعلينا أنه إحنا ندرك أن تطوير الطبقة السياسية رهين أيضاً بالممارسة رهين بأنه إحنا ننتقل من موضوع النضال اللي هو غير منظم أنا رأي أن دي مشكلة مصر الحقيقة ما بقيش حاجة اسمها نضال بدون تنظيم ما فيش تنظيم اللي خلى الإخوان المسلمين كسبوا مننا تتصورة 25 أناير أنه ما منظمين فيه حاجة اتنين اتنين النظام والوعي تنظيم والوعي الوعي دي بقى فيه درجة وعي سياسي بإدراك ما هو الحلقة الرئيسية فيما نواجهه الآن ما هو الموضوع الذي ينبغي أنه إحنا نركز عليه بالدرجة الأولى والتنظيم ده بمعنى أنه كل مواطن مصري يكون عضو في جماعة سياسية أي عضو في حزب سياسي هل لازم الجماهير تبقى مسياسة للدرجات وعضو في حزب سياسي ولا بيكفيناها يبقى عندها على الأقل وعي بيه هي عايزة إيه ومين اللي بحق أهدافها على الأقل يبقى عندي أساس للتنظيمات يبقى عندي يعني شوفوا مشكلة الإخوة المسلمين مثلا أنه هم تنظيم حديدي قوي قوي ومنظم جدا وقام على قاعدة السمع والطاعة وقاعدة اسمع ونفذ الأمر ولا تناقش إلى آخر هذه القواعد قايم عليها لكنه خاول عقله معندوس أفكار حقا هي هذه نقطة لوصلتهم لكن كان فيها أيضا مقتلهم طبعا كان فيها مقتلهم لأنه الوجه الآخر اللي عمله هو أن يكون عنده درجة أمام من الوعي السياسي أو حتى اجتهاءات فقه خلاق يواء ما بين أفكار وبين ضرورات الاجتماعية اللي بتمروا بالبلد ما كانش موجود عنده فاحنا الطبقة السياسية ستتكون عبر معارك من نوع المعارك اللي احنا بناخدها النهاردة حتى تترى يعني أنه انتخابات وياخدها ناس وأن كل فريق من الناس بيبقاله مناصرين ومناصرين على أساس برنامج على أساس رؤى سياسية على أساس ثقة في قدرته على أنه يقوم بالمهمة التي يندب نفسه أو يرشع نفسه لا انتخاب بعد انتخاب إلى آخر ستتحقق المعادلة الصعبة وستتحول مصر إلى مجتمع سياسي الفرق بالمجتمع ما تقدم مجتمع المتخلف أن المجتمع المتخلف مجتمع يعتمد على انتماء الفرض اللي جامعته الأساسية واحد بينتمل أسريته واحد بينتمل قابلته البلده دينه مذهبه إلى آخر المجتمع المتقدم مجتمع سياسي الناس بتختلف مع بعض لأننا يميني وانت هساري لأننا بقى 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 مع تدخل الدولة في الاقتصاد انت ضد تدخل الدولة في الاقتصاد